جهدت الجولات التسع من دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الإطاحة بستة مدربين حيث بات الأوروغويان دانيل كارينيو سادس مدرب يرحل بعد أن قررت دارة نادي النصر إقالته من منصبه بعد تراجع مستوى الفريق وتلقيه خسارتين متتاليتين الأولى أمام الأهل دوريا والثانية أمام مولودية الجزائر بكأس زايد لأندية الأبطال وبدأ مسلسل رحيل المدربين بالإعلان عن إقالة مدرب نادي الاتحاد الأرجنتيني رامون دياز الذي لم يستطع الفوز في أربع مباريات رسمية خاضها برفقة الفريق بعدها أعلن نادي الفيحة إقالة الأرجنتيني جوستافو كوستس من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج والاستعانة بخدمات الصربي موسلين ولم يفلت مدرب الفيصل الروماني ريدنيك من عصفة الإقالات حيث تمت الإطاحة به بوقت مبكر من عمر المسابقة ليتولى بعده البرازي لشاموسكا فيما قرر نادي القادسية إعفاء الصربي ستانوي فيتش من منصبه لعدم تقديم نتائج مرضية لجماهر الفريق قبل أن تعين البلغاري إفاليو بيتيف بتدريب الفريق حتى نهاية الموسم كما أطاح نادي الباطن بمدربه البلجيكي في الكاوترين قبل ساعات من مواجهة الحزم في الجولة الثامنة من الدوري وعين المدرب الوطني يوسف الغدير خلفا لا حتى نهاية الموسم ترجمة نانسي قنقر